بتوقعاتك لماتش يمرجو مع ماتش هيبقى تكتيكي ولا ماتش فيه فنيات ويه يعني هنستمتع بأداء جمالي للماتش انا هاخد بس ايه كلمة حضرتك قلتها ان لعيبة نادي الزمالك بتتمرن على ضربات الجزاء ده حقيقة الراجل حاطت في الموقع ان هو عايدي يوصل للمرحلة دي عايدي يوصل لضربات الجزاء فدي برضو مشكلة معانا لو نازل عايز اوصل لضربات الجزاء دي اتب مشكلة انا اصلا نازل خسران لماتش لا نازل ادافع او لا نازل ادافع هاخسر الماتش مش هكسب فحطة التوقع دولاتي كل الناس اقول الاهلي الاهلي جهزيته اعلى لعبته فرمتها اعلى لعبته اقوى الاهلي الاهلي اقوى بكتير ولكن بقى انت حطة الماتشات بتاعت الدربة دي يعني فيه النهائي بتاع 2019 ده الزمالك كان ركب الماتش طول الوقت والزمالك كان افضل بس انه الكسب كان فيه كرة تقريبا زيزو في العرضة مع الشناوي ممكن انت خلاص كل حالتهم وهو ده اللي انا عايز اقوله لك يعني هو مش شرط لا مش شرط المعطيات اللي قبل الماتش مين تفيهم احسن ومين فيهم افضل ومين فيهم فيهم فاي في يوم الماتش بقى بنلاقي حاجات مختلفة تماما كرة ممكن تغير ده كرة ممكن تغير ماتش كرة هو يعني اللي بيركب الماتش بالذات في الماتشة الاهلي وزمالك دي مع طبعا مع الجمهور واللعبة بتبقى عندها ضغوطات اللي بيركب الماتش لو جى جون مثلا ومقدèرش يتعوض لأ خلاص طبعا أنا شايف اني لو زمالك جا في جون في الأول هيخلص الماتش هيخلص الماتش هيخلص هيخلص الماتش آه خلاص انما لو الاهلي جا في جون هيبمطش حلو آه اهلي لسه انا أنا تفرجت لما بنجيو نتفرج على الفرقة بنتفرج على الفرقة هي وقف على رجلها ولا لأ الاهلي لاポقط على رجلهم تخاف منهم الزمالك لا ما يتخافش منهم دلوقتي لسه محتاجين ما تشغط الزمالك بيعتمد على اثنين ثلاثة لعيبة في الفرقة لكن الاهلي تيم كامل رامي الربيع بيطلع يجيب جون ايمان بيجيب جون وسام بيجيب جون اي حد ممكن يجيبون فيهم فعشان كده بيتخاف منهم كلهم انما الزمالك لعيب او اثنين اللي ممكن يعني زيزو انت كل جماهير الزمالك حتى كل امالها على زيزو الرجل اللي بقاله دلوقتي 4-5 سنين شايل الفرقة هو الله اكبر ما شاء الله هو لسه كنت بتكلم امبارح في الموضوع ده ان كابتن زيزو هو المنتالتي بتاعته لعيب كورة كما انزل كنت بشوف له تمرينات وتدريبات برا حتى الزمالك برا النادي يعني هو بشتغل على نفسه هو عنده كده سيستم كده هو يعني واخد الموضوع بشكل بشكل يعني هو جدي في الموضوع ولذلك هو باين حتى على شكل جسم ولا حتى التركيز وبيحب الزمالك دي بتفرق خلا بالك حبه للنادي وللكيان وللجماهير واحساسه بالجماهير انه ما تروحش زعلانة والكلام ده كل الحاجات دي بتخليه يطلع اكبر ما عنده في المطش فأزيزو بصراحة الراجل عامل اللي عليه بشكل كويس جدا وربنا يكريمه وفاول المطش اللي جاي طيب